بص هو انت لو متباين من فترة هتكون عارف اني مش من محب الحديث عن رحلة اللاعب قبل كرة القدم والحية بقى النقطة دي اكتر من حد سألني عن عدم الكلام فيها وساعة اجابتي كانت اني دايما المصادر كلامة عن اللاعبة بيكون شابها بعضه يعني مثلا هتلاقييني في البداية اللاعب كان فار جدا ومش لاقي يأكل وده كله قبل بدايته في كرة القدم اما بقى هتلاقي اني هم قالوا مثلا انه من عائلة كروية وبناء على دعمهم ليه تلعب بسرعة والحية بقى الكلام ده انا بشوفه انه مش دايما بيكون حقيقي لاني بحس انهم بيحطوا شوية شطة على الخبر كده عشان نجزب عدد كبير من الزوار او المشاهدين وده بقى اللي بيخاليه دايما اتكلم عن الارقام لاني مستحيل حد يجذب او يغير في الارقام وطبعا ده ما يمنعش ان كل لاعب تعب وبدأ من الصفر في جهة معينة ولكن بقى لما يكون الكلام على اللاعب بقيمة اليكسيس سانشيز اول حاجة لازم تتأكد منها انه حرفيا بدأ من مراحل متأخرة جدا من اجل بس انه يوصل لنقطة الصفر النقطة اللي زميله اصلا بدأوا من عندها يعني مثلا هتلاقي انه في بدايته اشتغل اكتر من حاجة صعبة يعني مرة اشتغل في تنظيف السيارات ومرة بيصرح في الميادين وغيره من الحاجات اللي بتأكد انه بدأ من مراحل متأخرة جدا عن اي لاعب اخر وطبع لو انت عايز تتأكد من الكلام ده انت بس محتاج تركز عليه وهو معك كرة وتشوف انه على الرغم من انه مهار جدا اللي انه كان عنده كوة وعنيف ومستحيل يتخازن ودائما انت تحسوا انه جاءان في كورت القدم عشان كده بقى وبدون تمهيدات احنا النهاردة جايين نتكلم عن افضل لعب في تاريخ تشيلي وفي وجهة نظر الشخصية هو واحد من الافضل لعب اللي جاء في تاريخ كورت القدم وهو الصفاحة لتشيلي اليكسي السانشيز اليكسي السانشيز بقى كان من موليد تشيلي سنة تمانية وتمانين بدايته بقى كانت في فريق الجامعة الكاسوريكية سنة تسعة وتسعين وبعدها بسنتين فقط ينتقل لمدرسة برنارد اوهاينجيز وبعدها بتلات سنين وتحت دان في سنة الفين وتلاتة تم رصده من احد كشفين نادي كوبرلوين النادي اللي فعلا اليكسيس انضام الناشئينه وبعد ما النادي اكتشف موهبته بشكل كامل يتخذ قرار تصعيده للفريق الاول وفعلا موسم الفين وخمسة الفين وستة يكون الاول لهم على الفريق الاول الموسم اللي هو فيه يشارك في سبعة واربعين مباراة سجل فيه متناشر هدف والنتيجة للكلام ده بقى تكون واحد من كشفين نادي وقدينيزي الايطالي يتعرف عليه وعلى موهبته وبعدها عرضوا على الادارة الادارة اللي بدون نقاش وفقت على شراء اللاعب بمبلغ وصل لتلاتة مليون يورو ولكن بما ان سانشيز كان لا يتجاوز سستاشر سنة فلا يحق له الاحتراف الخارجي حتى يتجاوز السن القانوني واللي هو تمنتاشر سنة والنتيجة بقى ان الصفقة التم ولكن اللاعب يخرج اعار النادي كلو كلو ويدي معهم موسم ونص بالمشاركة في اجمال اتنين وتلاتين مباراة سجل فيهم خمس اهداف وبيهم يساعد فريقه بالفز بالدور مرتين وبعدا بقى عن كل ده فأداء سانشيز ساعتها كان بيأكد انه مش بس لعب موهبة لا ده كمان كان مكتهد جدا والنتيجة بقى ان يجيله السدع للمنتخب في كاسة العلم تحت عشرين سنة البطولة اللي تسجيله فيها هدف وصناعة ستاني في الفز على الكونغو يخلوه واحد من اهم اسباب وصل للمنتخب للمركز التالت وساعتها بقى على الرغم انه كان وصل للسن القانوني اللي ان ادارة اودونيزي كانت شايفة انه محتاج لخبرات والنتيجة بقى تكون خروجه اعارة لنادي ريفر بليت النادي اللي هو قضى معه موسم الفين وسبعة الفين وثمانية والمشاركة في اتنين وثلاثين مباراة سجل فيهم اربع هدف وصناعة زي يوم وبهم برضو ساعاد الفريق للفز بالدورة وبعدها بقى مع نهاية المسيوم ادارة اودونيزي اتأكدت ان اللاعب قادر على اللاعب في الدورة الايطالي وساعتها بقى يطلوبوا اللاعب وفعلا موسم الفون وثمانية الافون وشي الموسم اللي هو فيه شارك في ثلاتة واربين مباراة سجل فيهم ثلاثة هداف وصناعة زي يوم ومع تاني موسم الليع مع الفريق يسجل ستة هدافه برضو يصنع زيوم ولكن ساعتها لا ينسى له ان مع نهاية الموسم تجيله سيدة على المنتخب في كاس العالم البطولة اللي فيها منتخب الاتشيلي خرج من دول الستاشر على يد البرازيل والكلام ده بقى زعل سانشيز جدا واللي يسألني عن زعله هقول له اول حاجة ده كل الكصة انه شارك على مدار الموسم الجديد في تلاتة وتلاتين مباراة وعلى الرغم من انه لها في تلات مركز مختلفة اللي انه قدر يسجل اتنشر هدف ويصنع احداشر واللي بيهم يصنع تاريخ للنادي بعد ما قدر يحول الفريق اللي كان في المركز الخمستاشر للموسم الماضي الى المركز الرابع في الموسم الحالي واللي بيه يضمن المشاركات الاوروبية وإكمالا بقى فسانشيز يتم ترشيحه من الفيفا الجازد افضل لعب صعد في العالم والنتيجة الكلام ده بقى تكون عارض من وكمان برشلونة ولكن هو اكد على ان حلمه اللعب في برشلونة وده بقى اللي كانت نتيجته دفع برشلونة ستة وعشرين مليون يورو مقابل اندهم احد اهم المواهف في العالم وفعلا تتم الصفقة وموسم 2011-2012 يكون الاول له في كتالونيا الموسم اللي هو فيه شارك في واحد واربعين مباراة وعلى الرغم من الاصابات اللي كانت ساوي في غيابه اكتر من شهرين اللي انه قدر يسجل اربعتاشر هدف ويصنع سبعة وبهم كان واحد من اهم اسباب فوز الفريق مش بس بصنقية الصبر الاوروبي وكاس عامل اندية لأ ده كمان مع نهاية الموسم برشلونة بصنقية الكاس والصبر المحلي وكل ده فاول موسم لسانشيز اما بقى في الموسم التاني فاليكسي الشارك في ستة واربعين مباراة سجل فيهم حداشر هدف وصنع اربعتاشر والارقام دي بقى كانت كبيرة جدا في خطة المهاجم الوهمي وكمان في وجود ميسي اللي كان ساعتها بيكتسح الاخدر واليابس معلي ان الموسم ان يساعتها برشلونة يطاق بصنقية الدول والصبر المحلي وده مهم وكل حاجة انما الاهم بقى كان في الموسم اللي بعده الموسم اللي فيه اليكس الشارك في اربعة وخمسين مباراة وعلى الرغم من انه لها يبقى اغلب الموسم جناح ايمن اللي انه قدر يسجل واحد وعشرين هدف ويصنع ستاشر ولكن على الرغم من مساهمته في سبعة وتلاتين هدف على مدار الموسم اللي انه يكون موسم سفر على برشلونة وطبعا ساعتها لا ينسى المشهد الدرامي اللي كان حصل في الجولة الاخيرة في موجه فريقه ضد اتليتكو مدريد في المباراة اللي لو فاس فيها برشلونة يطاق باللقب ولكن التعادل او الخسارة يحسم اللقب لصالح اتليتكو وساعتها على الرغم ان اليكس السجل الهدف الاول اللي انه بعدها دي يجو جودين يتعادل ويهد اللقب لعد ناقس وميون ولقى السنة ده الحزن ما انتهاش على كده ده حتى ما عن دمام المنتخف في كاس العالم على الرغم انه سجل هدفين وصنع التالت اللي انه برضو يخرج على قد البرازيل في دور ستاشر للمرة التانية على التوالي وده بقى كان شيء متوقع انما اللي مش متوقع هو ابوه لعرض ارسنال النادي اللي دفع اتنين واربعين ونص مليون يورو مقابل ان دمام صاحب الستة وعشرين عام واللي بقى اليكسز يكون تاني اغلى لعب خرج من برشلونة في التاريخ بعد البرتغالي اللي كان خرج بستين مليون يورو تقريبا معلي ان المهم فعلا تتم صفقة انتقال صانشيز لارسنال وموسم الفين واربعتاشر الفين وخمستاشر يكون الاول لهم مع الموسم اللي هو فيه شارك في اتنين وخمسين مباراة وعلى الرغم من اختلاف الاساليب في الدورين اللي انه قدر يسجل خمسة وعشرين هدف ويصنع اتناشر وبهم مش بس يكون سبب في فوز الفريق بالسوار المحلي لقى ده كمان تسجيل هدف وصناعة التاني يأكد على تتوجي الارسنال بالبطولة اللي هو مش بس كان تاني هدفتنا لها ده كمان يكون افضل لعب فيها باختيار الجمهير واللقى السنة ده بعدها بقى ومعناية الموسم صانشيز يكون لعب الموسم في الفريق وكمان يدخل التشكيل المثالي للدور من الجهتين الاتحاد الانجليزي والتحاد المشجعين ولقى السنة ده معناية الموسم بقى تجلوس ده على المنتخب في كوبا امريكا البطولة اللي تسجيله فيها هدف وصناعة التاني تخليه واحد من اهم اسباب ووصول المنتخب لمواجهة الارجنطين في النهاء اللي كنا اتكلمنا عنه بشكل اضك في حلقة باستوريوتيفيز هتليم في القناة ولكن المضمون بقى هو ان بعد المباراة ما استمرت على التعادل اللي حد الوصول لرقلات الترجيح المنتخب الارجنطيني بالكامل يدعى على رقلاته باستسنى ميسي عشان يدخل بعدها بطر حلقتنا بالبانينكا يسجل راكلة التتويج باللقب الاول في تاريخ تشيدي وكل ده على عد سانشيز اللي يعبر اللي بعد اندوموا للتشكيل المسالي في البطولة يكتامل له اعظم موسم على مدار مسيرته عشان بقى بعد العزمة دي يقدر موسم الجديد مع ارسنال بالمشاركة في واحد اربعين مباراة يسجل فيهم سبعتشر هدف ويصنع حداشر وبهم مش بس يكون سبب في وصول الفريق لوصفة الدوري لا ده كمان ساعتها يفوز بالصبر المحلي بعد الفوز على تشيلسي بهدف تشامبرلين وده مهم وكل حاجة ولكن الاهم بقى هو اني على الرغم من خروج الارسنال من دوري ستاشا في دور الابطال اللي ان صناعة سانشيز خمس اهداف تخليل اكثر صناعة الاهداف البطولة ولقى السانة ده الكصة منتجش على كده لاني بعدها تجيل سدع للمنتخف في اوكوبا امريكا البطولة اللي تسجيل فيها تلات اهداف وصناعته اتنين تخليه واحد من اهم اسباب وصول منتخب لمواجهة الارجنطي في النهاية اللي باردو كنا تكلمنا عنه بشكل اذك في حالة ارتوروفي ده اللي هتلاقيه في القناة ولكن المضمون هو ان باردو المباراة تستمر على التعادل لحد الوصول لعركات الترجيح وساعتها بقى الحظ يبتسل تشيلي ويتوق بالبطولة التانية على التوالي بنفس الشكل وكل ده على عد اللاعب اللي للمرة دي مش بس ينضام لتشكيل المسالي لها ده كمان يتوقع افضل لعب في البطولة وده بقى اللي بيه يكتمل موسم عظيم اخر على اللعب اللي في الموسم الجديد قرر ينفجر حرفية لدرجة انه شارك في واحد وخمسين مباراة وعلى الرغم انه لعب في خمس مراكز مختلفة اللي انه تجبر وقدد يسجل تلاتين هدف ويصنع تمنتاشر ايوة زي ما سمحت كده ساهم في تسجيل تمانية واربين هدف واحد وخمسين مباراة وبهم بقى يلعب دور اساسي في تاتويج الفريق بعد يلفز على في النهائب صنائية كليه منهم هدف وساعتها مع نهاية الموسم بقى يتم اختياره كافضل لعب في الفريق وعشان تكمل بقى برضو تجيله صداع للمنتخب في كاس الكارات البطولة اللي فيها تسجيله هدف ضد المانيا وصناعة التانية ضد الكاميرون يخليه واحد من اهم اسباب وصول الفريق لمواجهة بالمنتخب الالماني في النهائي اللي تفاق فيه الالمان على سانشيز ورفاقه وساعتها بقى سانشيز يكون تاني افضل لعب في البطولة بعد الالماني دراكسلور وده بقى اللي بي تكتمل احد افضل الفترات على سانشيز اللعب اللي بدأ الموسم الجديد بقى ده اضعف من الاول وده كان سببه انه كان عايز يسيب النادي لجل انه يشارك في دور الابطال وده بقى لصح اقدارة الماني نواتيد اللي كانوا بيرضوا عليه الاندمام من وهو عنده ثمنتشر سنة ولكن بقى المرة دي تلفق ومع فتح الانتغرات الشتوية يتم الموافقة على عرض الماني نواتيد النادي اللي دفع اربعة وتلاتين مليون يورو مقابل ان دوام صاحب التلاتين عام وفعلا تتم الصفقة والاكسس يكمل الموسم معهم عشان يكون شارك في اجمالي اربعين مبارئة وبين الفريقين سجل فيهم حداشر هدف في صنعة تسعة وبيهم يكون واحد من اهم اسباب وصول الماني نواتيد لنهاية الفي اي كاب والتحدام بعد تسجيله هدف في الفيزع اللي تتنهيان في قبل النهائي واللي بيسعد الفريق لمواجهة في النهائي اللي كنا تكلمنا عنه بشكل اذك في حلقة وبيدرو هتلقم في القناة ولكن المضمون بقى هو ان هدف هزر دي اكد على تتوجي باللقب وده بقى اللي ياخدنا للموسم اللي بعده الموسم اللي في صنشيز شارك في سبعة عشرين مبارئة سجل فيهم هدفين وصنع اربعة ويديت الاركام دي كان سببها ست اصابات ما بين بقى الاوتار والعضل ولا على اصرهم غاب سنشيز عن الملعب ما يقرب من خامس شهور ونتيجة انه ما يكونش ليه اي دور مع الفريق ولكن الدور الحقيقي له كان مع المنتخب في كوبا امريكا البطولة اللي تسجيله فيها هدفين وصنعات التالت تخليه واحد من اهم اسباب ووصول المنتخب للمركز الرابع وده بقى كان طبيعيا انما اللي اتفاجئنا به هو موافقة على طلب الانتر في اعارة اللاعب بحجة انه مقدمش المطلوب منه وفعلا ساعتها سنشيز يقضي موسم الفين وتس عشر الفين وعشرين مع الانتر بالمشاركة في اتنه وتلاتين مباراة صنع فيهم عشر عداف وسجل اربعة وبين ما يكونش له دور كبير في وصول الفريق لمواجد تشبيلها في النهاية اللي كنا تكلمنا عنه بشكل مفصل في حلقة لوكاكو هتلاقيه في القناة ولكن المضمون بقى وفوز الازبان على سنشيز وزميله وساعتها معناية الموسم بقى يكون مفيش رغبة في وجوده مع الوناتد ونتيجة بقى هي انضمامه للانتر بعدي مجاني وفعلا موسم الفين وعشرين الفين وعشرين يكون الاول في عقد مع الانتر الموسم اللي فيه اليكسس شارك في تمانية وتلاتين مباراة سجل فيهم سبع عدافه وصنع تمانية وبين كان واحد من اهم اسباب تتويج الفريق بالدور الاطاري الاول مرة بعد غياب حداشر سنة وعلى نفس الخطة بقى سانشيز يقضي موسم الفين واحد وعشرين الفين وعشرين بالمشاركة في تسعة وتلاتين مباراة سجل فيهم تسعة عدافه وصنع خمسة وساعتها الانتر يبدأ الموسم بمواجهة اليوفي في السوبر المحلي المباراة اللي استمر فيها التعادل لحد الديئة مية وعشرين وتحيزا لما اليكسس يقرر يدخل ويسجل الهدف القاتل الهدف اللي بي يتوجل الانتر بالبطول على يد اليكسس اللاعب اللي برضو تسجيله هدفين وصنعته التالت في كاس ايطاليا يخلوه واحد من اهم اسباب تتوجي الفريق بالصناعية المحلية وساعتها بقى على غير المتوقع مع نهاية الموسم يتم فسخ العقد ما بين النادي واللعب بالتراضي والنتجة انه ينضم النادي مارسيليا وهو الى وقت عديد الفيديو بيشارك معهم وعمل اداء بي رجع لجزء كبير من مستوى لدرجة انك صعب بتقول عليه انه وصل لسنة اربعة وثلاثين سنة وتأكيدا بقى على الكلام فهو مسجل سبع عدف سبعتاشر مباراة ولكن اي ان كان اللي هيعمله اعتقد ان ليس في الامكان اكثر من مكان وده بقى اللي ياخدنا الارقام اللي هتكون الى وقت عدد الفيديو والي هو فيها شارك مع الاندي في اكتر من ستمائة واحدة واربعين مباراة سجل فيهم اكتر من مئة سبعة وتمائين هدف وصنعت برضو اكتر من مئة واربعين وفاس في يوم بقى مع برشلونة بالسوبر المحلي مرتين والدوري والكاس المحلي بالاضافة للسوبر الاوروبي وكاس العامل عندها مرة لكل بطولة وده مع برشلونة اما بقى مع ارسنال فوافاس بكاس الاتحاد والسوبر المحلي مرتين لكل بطولة ومع الانتر بقى فوافاس بالدوري والكاس والسوبر المحلي مرة لكل بطولة وطبعا كل الكلام ده بالاضافة لفوزو بالدوري في تشيلي مرتين وفي الارجنطين مرة وحيدة وده مع الاندي اما بقى لو رحنا مشاركته مع المنتخب واللي تتمثل في المشاركة في مية وخمسين مباراة سجل فيهم خمسين هدف وصعنا على واحد واربعين وفاز معهم بوكوبا امريكا المرتين الوحيدين في تاريخ المنتخب بالاضافة لوصوله لوصفة كاس الكارات وطبعا كل الكلام ده ما ينفعش ناسينا انجازات الفردية الانجازات اللي بيها يستحقق يكون واحد من افضل اللعيبة اللي جات في تاريخ تشيلي اللي ما يكون افضلهم وبس يا سيد وكده نكون وصلنا للنهاية الفيديو طبعا العجب الفيديو ما نساش تعمل لايك واتقول لنا بعد تحب ان اتكلم عن منين الفيديو الجاي السلام